محاربة الأسواق الفوضوية والقضاء عليها نهائياً هو ما دعت إليه التعليمة التي وجهتها كل من وزارة الداخلية والجماعة المحلية إضافة إلى وزارة التجارة إلى السلطات المحلية وطلبت مصالح كلتا الوزارتين السلطات المحلية بتشديد الرقابة على مختلف مساحات البلديات التي تملكها الدولة والتي تم استغلالها عشوائياً من قبل الباعة في التجارة على الأرصفة والطرقات مع الإسراع في عملية القضاء على الأسواق الموازية بعد الانتشار اللافت التي شهدتها هذا وجاءت التعليم قبيل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم مما سيؤثر وبشكل كبير على أسعار المواد الاستهلاكية خاصة وأن هذا الشهر يعرف إقبالاً واستهلاكاً كبيرين من قبل المواطنين وأصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرية مستعجلة وقاضية بالتصدي للتجارة الموازية بالأسواق الفوضوية وعلى رأسهما سوق بومعطي وساحة الشهداء باعتبارهما من أكبر النقاط الخاصة بممارسة التجارة الفوضوية وبهذا ستتصدى الجهات الأمنية ومسؤولي مختلف البلديات بالعاصمة لهذه الأسواق محاربة البع على الأرصف والطرقات وتطبيقاً للأمر الصادر في 2012 وبعد التطبيق الفعلي لهذه التعليمات تزامناً مع شهر رمضان ستعرف الأسعار تذبذباً رهيباً مؤثرة بذلك على المواطن البسيط في شهر كان من المفروض أن ترحم فيه النفوس